الحكاية التامنة مسعود في المدينة حل مسعود وزوجته بالمدينة طلبا للعلاج نسي موقع المستشفى فالمدينة قد تغيرت كثيرا سأل فتاة من فضلك أين يوجد المستشفى فأجابت هذا شارع الحرية وفي ملتقى الطرق يوجد شارع عبد الكريم الخطاب على اليسار في بدايته ستجد مكتب البريد وبجانبه المستشفى وصل الزوجان إلى المستشفى فحص الطبيب يطو وقرر أن تتابع علاجها بالمستشفى رافقت الممرضة يطو إلى قاعة الاستشفى وقالت لها هذا سريرك وهذه أغراضك ترك مسعود زوجته في المستشفى وخرج جاب شوارع المدينة كان يقف أمام العمارات ليعد طوابقها وكان يسأل المارة عن كل بناية يرفرف فوقها العالم قادته قدماه إلى حديقة فاستلقى على كرسي ونام إلى أن أيقضه الحارس غابت الشمس وأنارت الأضواء فتاها مسعود جلس في أول مقهى صادفه وسأل نفسه أين سأنام؟ فكر في التسلل إلى الحديقة كان شارد الذهن فجأة سمع صوتا يناديه عمي مسعود عمي مسعود التفت يمينا فرأى شابا يتجه نحوه قائلا ألا تذكرني أنا سعيد بن قريتك حكى مسعود مشكلته لسعيد فقال له سعيد اطمئن ستبقى معي وسنزور خالة يطو كل يوم وجد مسعود الفرصة لاكتشاف المدينة من جديد فزار المدينة القديمة ومآثرها التاريخية كما زار المدينة الجديدة وتعرف على إداراتها ومتاجرها العصرية غادرت يطو المستشفى بعد خمسة أيام استقبلها مسعود وسعيد ركب سيارة سعيد وعاد بهما إلى القرية حل مسعود وزوجته بالمدينة طلبا للعلاج نسي موقع المستشفى فالمدينة قد تغيرت كثيرا سأل فتاة من فضلك أين يوجد المستشفى فأجابت هذا شارع الحرية وفي ملتقى الطرق يوجد شارع عبد الكريم الخطاب على اليسار في بدايته ستجد مكتب البريد وبجانبه المستشفى وصل الزوجان إلى المستشفى فحص الطبيب يطو وقرر أن تتابع علاجها بالمستشفى رافقت الممرضة يطو إلى قاعة الاستشفى وقالت لها هذا سريرك وهذه أغراضك ترك مسعود زوجته في المستشفى وخرج جاب شوارع المدينة كان يقف أمام العمارات ليعد طوابقها وكان يسأل المارة عن كل بناية يرفرف فوقها العلم قادته قدماه إلى حديقة فاستلقى على كرسي ونام إلى أن أيقضه الحارس غابت الشمس وأنارت الأضواء فتاة مسعود جلس في أول مقهى صادفه وسأل نفسه أين سأنام؟ فكر في التسلل إلى الحديقة كان شارد الذهن فجأة سمع صوتا يناديه عم مسعود عم مسعود التفت يمينا فرأى شابا يتجه نحوه قائلا ألا تذكرني أنا سعيد بن قريتك حكى مسعود مشكلته لسعيد فقال له سعيد اطمئن ستبقى معي وسنزور خالتي يطو كل يوم وجد مسعود الفرصة لاكتشاف المدينة من جديد فزار المدينة القديمة ومآثرها التاريخية كما زار المدينة الجديدة وتعرف على إداراتها ومتاجرها العصرية غادرت يطو المستشفى بعد خمسة أيام استقبلها مسعود وسعيد ركب سيارة سعيد وعاد بهما إلى القرية ترجمة نانسي قنقر